اشتركوا في القناة وفي جونيذ استمرار المباحثات حول الملف النووي الايراني بين تهران والدولي الغربية في رياضة نسل الاسود يتوجه بلقب السوبر الافريقي اهلا بكم مشاهدين الى التفاصيل يشرع اذا الفريق احمد جيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت في زيارة الى دولة الامارات العربية الممتحدة ممثلا لرئيسي الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وهذا في اطار فعاليات الدورة الثانية عشر للمعرضية الدولي للدفاع ايدكس الفين وخمسة عشر وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة من طرف سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة الامارات وهذا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حكم دبي كما سيؤدي الفريق احمد جيت صالح نائب ووزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي زيارة دولة لدولة قطر تلبية لدعوة من اللواء حمد بن عطية ووزير الدولة لشؤوني الدفاع وتندرج وزيرتان في اطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والتقنية القائمة مع البلدين واللقاءات الدورية التي يعقدها المسؤولون العسكريون من اجل وقوفه على حالة التعاون العسكري والتشاور حول الطرق والوسائل الكفيلة بتنوعها وكذا تنميتها في موضوع اخر ادانت الجزائر اليوم السبت بشدة تفجيرات الارهابية التي وقعت بمدينة القباشرق ليبيا وهذا حسب بيان لوزارتي الشؤون الخارجية مضيفا ان الجزائر تدين بشدة سلسلة التفجيرات الارهابية الدامية التي اسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا الابرياء بمدينة القباشرق ليبيا وتتقدم لأسر الضحايا باخرص تعازيها معربة عن تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق كما جدد البيان رفض الجزائر للارهاب بجميع مظاهره وكل من يدعمه بالقول او الفعل واكدت الجزائر ان حل الازمة في ليبيا يستدعي كل من الوطنيين وشخصيات الليبية المخلصة للعمل بمسؤولية لضم جهودهم الخيرة لتلك التي مفتئت تبذلها دول الجوار ويبذلها المجتمع الدولي من اجل ايجاد حل سياسي توفقي كفيل باخراج البلاد من الازمة وباعادة الامن والاستقرار وضمان السيادة ليبيا ووحدة شعبها وطرابها في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة تمكنت مفرزة من قوة الجيش الوطني الشعبي تابع للقطاع العمليتي لعين اميناس امس الجمعة من توقيف اربع مهربين وسبع مهاجرين غير شرعيين من جنسية نيجرية وهذا حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت حيث تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابع للقطاع العمليتي للوادي باقليم النحية العسكرية الرابعة امس من توقيف مهرب وحجز ثلاث سيارات ربعية الدفع واكثر من 2580 لترا من الوقود وجهاز اتصال عبر الاقمار الاصطناعية من جهة اخرى وعلى مستوى اقليم النحية العسكرية السادسة تمكنت مفرزتان تابعتان للقطاع العمليتي لبرج برج المختار في عمليتين منفصلتين من توقيف ثلاث مهربين وحجز ثلاث شاحنات وصيار ربعية الدفع وواحدة وثلاثين طنا من المواد الغذائية وستة وسبعون جهاز كهرومنزلي وكيمية من الوقود تقدر بألفين وستمائة لتر ويأتي هذا في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهرب في حوادث المرور لا يزال إرهاب الطرقات يحصد مزيدا من الأرواح حيث لقي 18 شخصا مصرعهم وجرح 47 آخرون في عدة حوادث مرور مختلفة عبر الوطن 13 منها تعتبر الأكثر دموية سجلت بمختلف ولاية الوطن ما بين 19 وال21 فبراير وهذا حسب بيان للحميل المدني لوم السبت وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة أربعة أشخاص وجرح 19 آخرين إثر استدام حافلة وشاحن على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ببلادية تاجموت هذا وقامت وحدات الحميل المدنية في نفس الفترة بأكثر من أربعة ألاف واربعمائة وتسعين تدخل في مختلف مناطق الوطن إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطن في الجزائر دائما استقبل الوزير الأول عبد المالك سلا لليوم السبت بالجزائر الرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو حسب ما أفاد به بيان لمصالحي الوزير الأول وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان لبعث المسائل المتعلقة بتطوير كرة القدم في إفريقيا وكذا العرق التي تواجهها الهيئات المختصة لتطوير القطاع الرياضي وجرى الاستقبال بحضور وزير الغياضة محمد تهمي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد أورو في أحوالي التقص أعلنت اليوم السبت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أنها تتوقع تساقط كمية معتبرة من الثلوج وأوضحت ذات المصالح أن الولايات المعنية بهذا الاتراب الجوي إلى ولاية الجلفة المدية البويرة تيزيوزو بيجايا سطيف وبرج بوراريج واباتنا وخنشلة وكذا أم البواقي وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن يبدأ هذا الاتراب الجوي ابتداء من ليلة الأحد إلى غاية يوم الأربعاء مع احتمال أن يصل سنك الثلوج إلى 20 سنتيمترا خلال هذه الفترة في موضوع آخر أعرب الاتحاد الإفريقي اليوم السبت عن ارتياحه للتوقيع على إعلان الأطرف المشاركة في مصاري الجزائر يوم الخميس بالجزائر العاصمة وبيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسة مفوضية الاتحاد ديلامني زوم أعربت عن ارتياحها للتوقيع على إعلان الأطراف المشاركة في مصاري الجزائر الهادف إلى تهديئة الوضع ميدانيا وتوفير محيط ملائم للتوقيع على اتفاق سلام شامل كما شجعت ديلامني زوم الأطراف المعنية على مواصلتها للتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق سلم شامل ونهائي مشددة على ضرورة احترام هذا الإعلان وتطبيقه كليا وهذا لصالحي الشعبي المالي وأكدت على ضرورة التحلي بروح التوافق لإنجاح الجهود الجارية في أقرب الأجل قدم اللواء عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني واجب العزاء إلى أسر أفراد الشرطة الأربعة الذين قضوا في حادث المرور عشية أمس الجمعة بالأغوات على إثر حادث مرور أليم محبرا باسمه وباسم جميع منتسبي الأمن الوطني عن خالص المواساة لذوي وأسر الضحايا سائلا العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته وهذا وفر وقوعي الحادث أمر اللواء عبدالغاني هامل المدير العام للأمن الوطني وفد من المدراء المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى جانب رئيس أمن ولاية الأغوات للوقوف على حالة الجرحى الذين يخضعون للعلاج بمستشفى المدينة وأمرهم بضروة الصهر والتكفل بكل إنشغال ذويهم وأفراد عائداتهم متمنيا للمصابين الشفاء العجين أحيت الجزائر اليوم السبت كباقي الدول في العالم اليوم العالمي للغة الأم أين تم بالمناسبة التوقيع على بروتوكول شراكة بين وزارة التربية الوطنية والمحافظة السامية للأمازيغية حيث تم من خلاله الإسرع في اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها توسيع وتعميم تعليم اللغة الأمازيغية والتكفل بها الزميلة كريمة أجدطاح حضرت حفلة توقيع وعادت بهذا التقرير مرسيم توقيع البروتوكول تمت بين وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط من جهة والأمين العامل المحافظة السامية للأمازيغية هشمع الصاد من جهة أخرى حيث سيتم توسيع تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية في 24 ولاية ويتضمن بروتوكول الشراكة التحرك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بشأن تعليم الأمازيغية في كل أشكالها وتحسينها والتكفل بها عبر جميع ولايات الوطن اليوم جسدنا في إطار لجنة مشتركة متكونة بمختصين في الميدان باش ياخدوا كل إجراءات لازمة باش نحقوا لهدفنا وهو التعميم مدرج ولكن تعميم هذا هو الشيء اللي هو يبنى شيء مهم جدا في كل بلد تعنينا كنس قاموني كنتموزها إلا قنصوض الأبجيكتفاقي على عامين تمازيغ ستتصوض 24 الولايات ذين منزمنا نخذهم خطر نكونيذ وذي تفون أروي النار نوالا إلى ذلك ستشرع المحافظة السامية للأمازيغية في برمدة خرجات ميدانية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية للوقوف ميدانيا على واقع تعليم اللغة الأمازيغية في الولايات المعنية إضافة إلى العمل المشترك لترقية البعد الأمازيغي في الفضاءات الثقافية الطربوية والجمعوية تكلمت معالي وزيرة التربية على تعميم الأمازيغية هذا التعميم يكون تدريجي يكون باتفاق بتوجه يعني تعذو الاختصاص لرهم معنا على هذه الصبنة لجنة مشتركة كما تم بالمناسبة تنصب لجنة تقنية مشتركة مكونة من 15 أخصائيا ولغويا وبداغوجيا بهدف تنفيذ بنود البروتوكول ومناقشة المراحضات المقدمة والخاصة بالصعوبات التي تعترض تطور اللغة الأمازيغية باعتبارها اللغة الأم في قطاع الصحة الذي تعزز اليوم السبت بتخرج دفعة جديدة من الكوادر البشرية المكونة من 83 طالبا بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة ببلدية المرصى وعسومية الدفعة باسم الشهيد العربي بالمهيدي الزميل يحيى طبيش حضر حفل التخرج وعاد بالتقير تليل هاية نخبة جديدة تلتحق اليوم بدورها إلى دفعتين سبقتها لتعزز قطاع الصحة بكوادر بشرية حيث أشرف اليوم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزيرة التضامن مونيا مسلم بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة على حفل تخرج 83 طالبا والتي أهديت لروح الشهيد العربي بالمهيدي في أجواء احتفالية صنعها المتخرجون نحن نأمل من هذه الدفعات أن تكون الرياضة في المستقبل وأن تنشأ التمييز في المستقبل لأن المستشفات سابقا تم تسيرها بطرق تقليدية كلاسيكية ولم تكن هناك تقنيات حديثة تدرس أنا ذاك الآن وطلبة وتلميذ قد درسوا هذا تكونوا على هذا قدموا الكثير من العمل فيما يخص المذكرة أو فيما يخص التربوسات فأعتقد أنه هناك أمل في الحقيقة المدرسة الوطنية المنجملة وإدارة الصحة هي مدرسة حديثة تكون إطارات في قطاع الصحة بهدف إدفاء ديناميكية وإرساء نفع جديد في قطاع الصحة تمكننا من نتعرف على مخصص النظرية الحديثة في تسير الاستشفائي أكيد سنزيد ونقوم بإضافة على المؤسسات الصحية تلقينا خلال هذا التكوين جانب تطبيقي وجانب نظري في أسس ونظرية تسير الاستشفائي الحديثة نخرجي المدرسة الوطنية للمناجم وإدارة الصحة على أتم الاستعداد الالتحاق بمناصبنا وذلك بعد مزاولة سنتين كاملتين من التكوين المتخصص وذلك من أجل العمل على الرقي بهذا القطاع تخرج الدفعة الثالثة جاء تتمينا لمسار التكوين الأكاديمي العادي والتكوين المستمر كضرورة حتمية للتحكم في تقنيات وأساليب التسير الحديثة والمشاركة في مهام تقييم وتسهير هياكل المؤسسات الاستشفائية الحفل بكل بساطة هو حفل على شرف أول حضور الأخت الشهيد محمد العربي بن مهيدي وبقية العائلة وهو حفل سميناه حفل دفعة التخرج محمد العربي بن مهيدي حيث تم تخريج دفعتين دفعة الأولى سميت دفعة بير شولي ثم الدفعة الثانية هي دفعة المرحوم وزير الصحة السابق البحار ومن شأن هذه الدفعة المساهمة في تحسين وتطوير قطاع الصحة في ظل ما يشهده القطاع من تطلعات لتحسين الخدمات الصحية خصوصا في مجالي التسير والتأطير في موضوع آخر أقر وزير ورياضة محمد تهمي اليوم السبت بتأخر إنجاز عديد المرافق التابعة لقطاعه غير أنه أكد أن المشاءات ستكون جاهزة لاحتضان تظاهرات الرياضية سواء الوطنية منها أو القرية تهمي وفي فروم يومية المجاهد تطرق إلى العديد من المحاور ذات العلاقة برياضة أين أرجع تأخر إنجاز المرافق المباربجة إلى مشاكل داخلية للشركات المكلفة بإنجازاته المشاريع الرياضية وبخصوص عمل اللجنة الوطنية لمحاربة العنف أكد وزير رياضة أنها مستقلة ولها كامل الصلاحيات لتنسيق عملها ميدانيا في أشأن الحزبي أكد عبدالقادر بن صالح الأمين العام لتجمع الوطنية الديمقراطية بمعسكر في كلمة له بمناسبة ذكرى الثامن عشر لتأسيس الحزب الذي حضره إطارات ومنظري الحزب بالإضافة إلى منتخبي في تسع ولايات غرب البلاد أن أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق ويثبت لها النجاع بعيدا عن العاية المؤسسات الشرعية للدولة مضيفا أن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية حول ندوة الإجماع الوطني لا توفر شروط نجاحها وأكد بن صالح أن حزبه إن خلط في مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى مراجعة الدستور باعتباره الخيار الأنسب لمعالجة مشاكل البلاد والتي يعكف فيها الحزب على إنجاحها وإفرائها داعيا من جهة أخرى إلى فتح حوار تقني وعملي حول استغلال الغز الصخري يجمع بين الحكومة ومن لديه رأي مخالف بهدف إقناع جميع الأطراف وإزالة اللبس والتخوفات أقول حول الموضوع حزبيا دائما اجتمع المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر تاج اليوم السبت بمقره الوطني بالجزائر العاصمة وهذا تحذيرا للمجلس الوطني للحزب المزمع عقده الأسبوع القادم وهذا لمناقشة ملفات وطنية وإقليمية وتطلق مختلف القضايا على الأسعدة العدة أسعدة تفاصيل أكثر في سياق التقير تلي الأمين العام لحزب تجمع أمل الجزائر تاج عمار غول وفي كلمة سبقة الاجتماع استغرب استغلال بعض الأطياف السياسية للرابع والعشرين من فبراير ذكرى تأميم المحروقات للتلاعب بعواطف الشارع وجره إلى انزلاقات لا تحمد عقباها خدمة لأغراض سياسية ضيقة وآنية على حساب مصلحة البلاد الأمين العام لحزب تجمع تاج اعتبر أن الأصوات الداعية للتضامن مع أهالي عين صالح يصب في تكريس ثقافة الجهوية داعيا إلى عدم الانسياق وراء مبادرات تدعو لتأجيج الشارع مؤكدا أن المرحلة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة نتعجم من بعض الأطراف التي أرادت أن تتخذ من 24 فبراير من أجل محاولة البعض في تأجيج صراعات أنا شخصي استغرب لما ينوض البعض وينادي ويقول نحتج أو نقف أو نستعمل الشارع من أجل الوقوف مع إخواننا في الجنوب هذه اللغة تعمل على فعلا صناعة ثقافة الجهوية وعلى الصعيد الدولي ثمن الأمين العام لحزب تاج نجاح لم شمل للفرقاء الماليين منوها بالمقاربة الجزائرية لحل الأزمات سياسيا وسلميا كما اتهم أطرافا غربية بالسعي لجر ليبيا واليمن إلى تكرار سيناريو الوضع في العراق بهدف استغلال ثرواتها دوليا وفي اليمن تمكن رئيسه اليمني عبد الرب منصور هادي بالمغادرة صنعاء بعد أسابيع من قرار الحوثيين وضعه تحت الإقامة الجبرية ووصل هادي اليوم السبت إلى منزله في منطقة خور مكسر بعدا مرورا بتاعز حسب ما أكدته مصادر إعلامية من جهة أخرى وعقب تداول أنباء بمساعدة الأمم المتحدة لهذه لمغادرة صنعاء نفى المبعوث الأممي إلى اليمن وجود أي دور للمنظمة الأممية في مغادرة رئيس عبد الرب منصور هادي لمنزله في العاصمة صنعاء وتوجهه إلى عدن مؤكدا أن لا صحة للإخبار والمزاعم التي تم تداولها من طرف بعض وسائل الإعلام عن دور محتمل للأمم المتحدة في مغادرة رئيس عبد الرب منصور هادي لمنزله في صنعاء وتوجهه إلى عدن في وقت اعتبرت فيه جماعة الحوثي اقدام الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي مغادرة منزله في صنعاء بالخطوة الخطأ في جونيف تستمر اليوم السبت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج إيران النووي حيث يلتقي رئيس وكالة التاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير التاقة الأمريكي أرنست مونيز وكانت المشاورات النووية الإيرانية الأمريكية انطلقت أمس في جونيف على مستوى مساعدين الخارجي والخبراء بحضور مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا أشميث إلى أفغانستان الآن حيث قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن بلاده ستبقي عشرة ألاف عسكري من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وأكد كارتر في مؤتمر صحفي اليوم السبت في كابل مع رئيسي الأفغاني أشرف عبدالغاني أنه ستتم مناقشة خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الشهر مارس المقبل وهذا خلال الزيار التي سيقوم بها الرئيس الأفغاني إلى واشنطن ووصل أشتون إلى أفغانستان في زيارة بعد أقل من أربعة أيام من توليه منصب وزير الدفاع لتفقد الجنود والقادة العسكريين الأمريكيين والاجتماع مع القادة الأفغان ونختم نشرتنا هو بالإنجاز الذي حققه فريق ثاقسطيف حيث توجى بطل دور أبطال إفريقيا بلقب السوبر الأفريقي بتغلبه مساء اليوم على الأهل المصري بضربات الترجيح اللقاء الذي جرى بحضور جماهري غفير وبتنظيم محكم شهد منافسة حادة وعرف لقطات فنية عديدة صفق لها الجمهور الذي اقتضت به مدرجات مصطفى تشاكر بالبريدة في أمسية ماطرة فبعد أن سجل عبد المركز في الدقيقة السبعين تمكن الأهل المصري من معادلة النتيجة في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة ليلجأ الفريقان للكالة الترجيح التي ابتسمت للوفاق السطيفي يعانق بعد ذلك كأس السوبر الإفريقية فهنيئا للوفاق وهنيئا للكرة الجزائرية ولكافة أنصار النصر السطيفي والشعب الجزائري بهذا اللقب الإفريقي للوفاق هذا الموسم نشرتنا تمت وهذه أبرز عن منها الفريق أحمد قيد صالح في زيارة عمل إلى قطر والإمارات في أحوال التقص افتراب جوي جديد وتساقط للثلوج ابتداء من يوم غد دوليا الجزائر تدين تفجيرات الإرهابية التي وقعت بمدينة القباش القليبية وفي جونيف استمرار مباحثات حول الملف النووي الإيراني بين تهران والدول الغربية في رياضة وكما تبعنا نصر الأسود يتوج بلقب السوبر الإفريقي شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة مشاهدة طيبة مع بقية البرامج والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة